إما مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج عين على القدس والتي نخصصها لإعادة قراءة نتائج القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض وبيانها الختامي الذي طالب بوقف جرائم الحرب المهولة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة سأتحدث إلى الباحث والناشط المقدسية الدكتور أمجد الشهابي من القدس وإلى المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين من حيفا وهنا في الستوديو إلى عضو مجلس الأعيان الدكتورة بيسون لعتوم وإلى رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس في رأس السواعير العجرمة ولكن نبدأ أولا بتقرير فريق البرنامج من القدس جاء انعقاد القمة العربية الإسلامية في السعودية بالوقت الذي تصاعدت فيه حدة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما رافق ذلك في ارتفاع حد في عدد الضحايا الفلسطينيين من نساء وأطفال فهذه القمة العربية الإسلامية لم تحظى باهتمام كبير من الشارع المقدسي الذي لديه خبرة طويلة في القمم العربية السابقة قمة العربية التي صارت في السعودية لا تلبط محاط الشعب الفلسطيني يعني بدي أقول لك أقصلك إياها في كلمتين يعني إحنا زهقنا شجب واستنقار من الدول العربية اللي هي الدول الشقيقة اللي الشعب الفلسطيني اللي هو بدافع عن قرامة الأمة العربية والإسلامية لما بدافع عن المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى المبارك هو ملكة الأمة العربية والإسلامية والظلم والأتل اللي بيصير على شعبنا في القدس الواقع يفرض نفسه بعيدا عن القمم العربية الإسلامية حيث استمرت الهجمة الشريسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد المقدسيين من هدم وتعذيب وقتل واعتقال حيث باتت حياة المقدسيين جحيما لا يطاق إحنا كشعب فلسطيني يعني كتير عملا ننظلم سواء كنا بالداخل والقدس أو بالدفة أو بغزة أو حتى بالخارج يعني كتير كتير نتعذى درجة عذابنا بتختلف بالمحل اللي إحنا عايشين فيه فياريت الدول العربية يعني تحس يعني أنا عربي مسيحي أفتخر بعروبتي بس وينكم وينكم تعالوا يعني تعالوا سعدونا هذا المشهد الضبابي الذي يخيم على سماء القدس الشريف يعكس تخوف الشارع المقدسي من القادم القريب الذي لربما يقود المدينة إلى مصير مجهول مما ينذر بأيام أشد صعوبة سوف يواجهها المقدسيون يعني أنا بعتبر الوضع الحالي نحن نعيش نفس المرحلة اللي بعيشها شعبنا بشكل عام هي مرحلة حرب حقيقية فيه هناك على الأقل يعني بطش إسرائيلي واضح اعتقالات بالجملة يعني أي تحرك لأي فرد فلسطيني مهما كان مدني طفل أو شب أو الأخر يتم إطلاق النار عليه هذا وضع صعب إحنا تحت احتلال تأتي ممارسات الاحتلال هذا في الوقت الذي باتت فيه القدس معزولة عن محيطها وأحيائها وكادت شوارعها تخلو من المرة فالمدينة المقدسة تواجه وضعا لم تعيشه منذ احتلالها عام سبعة وستين رجاء الخطيب لبرنامج عين أبو هنا بالستوديو بسعادة العين الدكتورة ميسون لاتوم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا فيك وشكرا على الاستضافة شرفت ستي وأيضا اسمحي لي لنرحب بأنتي وأنا بالدكتور أمجد الشهابي وهو باحث وناشط مقدسي ونبدأ الحديث معه إذا سمحتي أولا لنأخذ أول انطباعات التقرير أشار إلى ربما قدر من خيبة أمل حسب هو متوقع بالنسبة لنتائج القمة العربية لكن الجو العام في القدس هل تسمعني دكتور أمجد؟ طيب إلى أن هذه مشكلة الاتصالات دكتورة لابد منها سمحي لي نبدأ معا هنا وتعرف حضرتك أن القمة العربية الظروف التي انعقدت فيها ولكن الكل يعرف أن جلالة الملك عندما ذهب إلى هذه القمة كان هو ربما الزعيم الوحيد الذي قام بجولات وقابل رؤساء دول ورؤساء حكومات في أوروبا خاصة تلك التي أمضت على بيان مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ولابد أن خطابه وما قاله أمام هذه القمة نقل بشكل واضح ماذا يجب أن يقال للعالم في قمة من هذا النوع لكن بصفة عامة الناس كانت عندها توقعات ربما أكبر من مجموعة العربية الإسلامية 52 دولة لها تأثير كبير في التوازنات الدولية على الأقل لكن كيف شفت الظروف والنتائج كيف ممكن نضعها في أي إطار في بعدها السياسي أكيد أولا نترحم على أرواح الشهداء في فلسطين وتحية للشعب الصامد تحية احترام وأكبر حقيقة يعني هذه القمة بالرغم من الفخر الكبير الذي نشعر فيه تجاه موقف جلالة الملك هذا الموقف الشجاع والقوي بالرغم من وعينا بضعف الإمكانيات إلا أن هذا الموقف جعلنا رغم الحزن والأسى لما نراه في غزة كل يوم نشعر بالفخر لكن على وجه العموم هذا المؤتمر لم يصل إلى الطموح وإلى حد ما يمكن أن يكون أو نقول عنه مخيبا للأمال يعني أن نكتفي بالشجب وإخراج بيان هذا نعم لكن لو مثلا يعني نوع من القراءة الموضوعية هناك ربما تعابير أو استخدام مصطلحات المراقبين قالوا أنها حديثة من نوعها جديدة في أدبيات الاجتماعات العربية مثلا حكومة الاحتلال الاستعماري تعبيرات مثل كسر الحصار على غزة القرارات الحازمة والملزمة لمجلس الأمن الدولي كثير من المصطلحات قيل أنها بطريقة أو أخرى عكست نوع من أدبيات ربما يفرضتها طبيعة التصرفات الإسرائيلية في غزة مثل أيضا الرفض الكامل المطلق والتصدي لمحاولات النقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القصري معنى الكل بتكلم عن التهجير القصري بمعنى أن هناك وعي لأين تريد أن تذهب إسرائيل صحيح يعني ربما لهذه الاستخدامات بعد رمزي ولكن هذا يعني لا يتعدى كونه توصيف للحال والمخاطر الحادثة يعني الآن هناك نوايا للتهجير وهناك حصار وهناك استعمار ويعني مثل كلمة مثل استخدام تل أبيب بدل إسرائيل أنا بالنسبة لي لا تعني أكثر من أن نستخدم واشنطن بدل أمريكا أو نستخدم البيت الأبيض مثلا للنرمز لأمريكا لكنها يعني لم تتعدى التوصيف بالنسبة لي أوكي ممكن تكون أقوى منها لكن قوة الموقف وقوة الظرف يعني تستدعي استخدام في هذه الحالة له علاقة مباشرة فيما تدعي إسرائيل وتوافق عليه أمريكا بقرار من الرئيس السابق ترامب بأن القدس عاصمة لليهود فترميز مرة أخرى إلى تل أبيب هي إعادة لوضع معين صحيح صحيح إلى حد ما يعني وزي ما قلت يعني سابقا أنه أن الوضع يعني يستدعي أن نستخدم أو نوصف الواقع بما يستحقه من مصطلحات وكلمات ومما لا شك فيه ولا جدال أن هناك نوع من الرجوع خطوة أو خطوتين أو حتى عشر خطوات إلى الوراء لأن الصورة أصبحت أكثر وضوحا وأكثر يعني زال هذا القناع وأصبحت الآن الصورة يعني واضحة لكثير من الدول التي كانت حتى تسير بخطة ثابتة نحو التطبيع نعم اسمحي لأوجه السؤال أيضا بطريقة أخرى إلى الدكتور أمجد الشابي وهو معنا الآن كيف تقرأ نتائج القمة العربية من القدس مثلا؟ ما عم نسمعه للدكتور أمجد يا خيبة أمل كبيرة جدا كانت هناك تطلعات كبيرة وأمال كبيرة على مخرجات هذه القمة خاصة أن هناك أكثر من 57 دولة عربية وإسلامية شاركت في هذه القمة طيب يعني السؤال الطبيعي طبعا غلبت عليها المخرجات صيغة كلامية أكثر نعم هي قضية الانطباعات الآن نعم غلبت عليها صيغة الكلام نعم والمناشدات نعم طيب يعني ما هو في نعم لا يوجد أي آلية لفعل لا يوجد هناك افتقار كامل لأليات العمل يعني وقف إطلاق النار كان هناك ازدراء للقمة من قبل الإسرائيليين زادوا بعمليات وتيرة الاعتداء على القطاع غزة وخاصة الاعتداء على المستشفيات وصفك الدماء بشكل أكبر أيضا محاولات الاستهتار بمداخلة قام بها رئيس الوزراء عندما قال أن على العرب أن يصمتوا أو أن يقاتلوا معنا ضد حركة المقاومة الإسلامية هذا أيضا استهتار في القمة العربية عندما يناشد 57 قائد أو 57 دولة عربية وإسلامية يناشدونها المجتمع الدولي أنا أعتقد أن هنا يعني يعطي الانطباع في حالة عجز وحالة عدم قدرة على التحرك خاصة وأن 57 دولة يشكلون أكثر من 2 مليار نسمة وأيضا الدول العربية بمساحتهم الجغرافية وإمكانياتهم الهائلة لم يقوموا حتى باتخاذ قرارات حسب المعطيات السياسية بالحد الأدنى في الضغط على الولايات المتحدة أو الضغط على إسرائيل غياب أي إجراء فعلي هذا يعطي ضوء أخضر لإسرائيل بالاستمرار في جرائمها في قطاع غزة وهذا الذي شكل صطمة كبيرة جدا وخاصة أن الجامعة العربية من أحد بنودها وأحد الأهداف الرئيسية عندما تأسست عام 1945 هي رضع العدوان بعدما نتحدث أن هذا الاجتماع جاء بعد 33-34 يوم من الاعتداء على قطاع غزة بكل هذه المجازر وهذه الجرائم وأيضا عندما يخرج في بيان هزيل يرتقي إلى الحد الأدنى في الدفاع عن جزء لا يتجزى نحن نتحدث عن غزة هاشم نتحدث عن مدينة جد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن هذه المدينة وأيضا نتحدث عن كرامة الإنسان العربي وأيضا قيمته أمام الشعوب عندما تجتمع 57 دولة عربية وإسلامية لا تستطيع حتى وقف هذا الإجرام حتى وقف اطلاق النار أو حتى إدخال المساعدات هذا أيضا يشكل صدمة كبيرة جدا لدى المواطن العربي الذي يشعر أن قيمته كإنسان على هذا الكوكب أقل بكثير من قيمة الشعوب اسمحني دكتور في التفاصيل من القرارات الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل فيه أيضا دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة إلى ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانوية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية بمعنى أنه يترتب على هذا البيان أن تمارس إذا أرادت الدول أن تستجيب لهذا القرار فكل دولة من هذه الدول وقلنا أنها مجموعة كبيرة ضمن المجموعة الدولية فعليها واجبات ولكن ما نرى أن هناك توقع يعني توقعات يعني سالفة بأنها لن تقوب بذلك وبالتالي ربما هنا حضرتك تقول أنه في مجمله لا يفي بما هو مطلوب للتعامل مع جرائم بهذا القدر وهذه جرائم أيضا مسنودة بكلام يعني خارج من إسرائيل في قضية استخدام القوة النووية وفي عدم الاكتراث والاعتماد أيضا على الدول التي قالت أنها تقف إلى جانبها ما الذي يمكن أن يشكل من وجهة نظرك حيوية ذات قيمة وفعالية؟ أعتقد بالنسبة لمحكمة الجنات الدولية محكمة الجنات الدولية هي جزء لا يتجزأ من منظمة الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة تخضع بشكل أساسي لمجلس الأمن مجلس الأمن يعتبر الأداة التنفيذية السلطة التنفيذية التي تخضع لسلطة الدول صاحبة حق النقد الفيتو وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا المهيمنة على هذه المؤسسات المحكمة الجنات الدولية هي كالجامعة العربية تفتقر لأدوات تنفيذ تفتقر لحرية التحرك بدون توافق سياسي وإرادة سياسية لا يوجد هناك إرادة سياسية لأن الذي يدير المعركة في قطاع غزة هي الولايات المتحدة الذي يعطي غطاء كامل ويخرج القنابل المحرمة دوليا والصواريخ أيضا من مخازن القوات المسلحة الأمريكية والتي تدعم بشكل أساسي عملية تصفية القضية الفلسطينية هي الولايات المتحدة وليست إسرائيل المجرم الحقيقي هنا ليست إسرائيل إسرائيل هي أحد الأدوات التي تستخدم من أجل إخضاع العالم العربي إسرائيل مشروع استثماري استعماري كما ذكرت بعض فقرات البيان لها أهداف سياسية استراتيجية عسكرية اقتصادية بالدرجة الأولى تمتصلة بشكل أساسي مع الدول الغربية ولا تستطيع أن تخرج من ذلك فالإهام بأنه ممكن أن ننقل أو أن نطالب المجتمع الدولي نتحدث أي مجتمع دولي نتحدث عن مجتمع الدول الذي يقرر هو الولايات المتحدة والدول الغربية على رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا الدول التي لها وزن اقتصادي وعسكري وأيضا لها حق رفض الفيتو نخاطب من؟ نخاطب دول هي التي تترأس ذلك نعم سأعود لحضرتك دكتورة الآن وحسب أيضا هذا الحديث أنه كيفما ندير هذه المشكلة نجد أنها في الآخر هي مشكلة مع الإدارة الأمريكية نعم حل من هذه الناحية ونرجع مرة أخرى لحسبة الدول عندما يتعلق الآمر بأن العنوان في ذهنهم جميعا أنه إذا بدك تأخذ موقف تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من إسرائيل أكيد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا دول وازنة وقوية في أوروبا يعني من سخرية القدر أن نرى بايدن مثلا ممثل حزب الديمقراطي وغازل إسرائيل ويقدم لها كل هذه المساعدات بهذا الكرم المنقطع النظير وهو أمر غير متوقع من الحزب الديمقراطي لكنه بالآخر هو يعلم أن عودته إلى فترة رئاسية جديدة هي مرهونة برضى الصهيونية واللوب الصهيون العالمي وبالتالي حتى النواب ومجلس الشيوخ أيضا هم خائفون بالرغم من أنه قد يكون لديهم قناعة تامة بأن ما تقوم به إسرائيل هو جريمة واضحة إلا أنهم بالآخر كنت ديمقراطي سواء أو كنت جمهوري أنت بالآخر ستكون قرارتك بيد إسرائيل لكن ربما الصورة لدي بالنسبة لأوروبا ليست مظلمة إلى هذا الحد أنا دائما عندما أتحدث عن الغرب الأوروبي وحتى إلى حد ما عن أمريكا ممكن أن نتحدث عن حالة معقلة الغرب ليس واحد الغرب تيارات تعتقد أن هذا الردود الأفعال وهذه المظاهرات التي حدثت في أمريكا وفي أوروبا نعم يحسب حسابها بطريقتنا أو أخرى بطريقتنا أو أخرى هي تضغط وإحنا لاحظنا الآخر أسبوعين هناك نوع من التغير في اللهجة والتغير في التوجهات ومحاولة الرئيس الفرنسي وحتى الرئيس الفرنسي لأن اليسار الآن يضغط بفرنسا بقوة اليسار الفرنسي صحيح مش قوي بقوة اليمين لكنه ليس ضعيفا وبالتالي هناك هناك تيارات تضغط وتحرك الشارع وهناك شعوب لما نشوف مثلا أن نرويج ووسكتلندا اليوم إيدانة واضحة وأنه أطفال الخدج أكيد لا يوجد بأيديهم أسبحة هل في إطار الاتحاد الأوروبي ممكن أن يكون لهم تأثير طبعا ربما لست متفائلة على المدى القريب لكن على المدى البعيد وإذا نلاحظ الآن إسرائيل يعني تعجل بهذه العملية وتحاول أن تنهي المهمة بسرعة في غزة وهي منزعجة جدا أنها لم تنهيها بالوقت الذي كانت تخطط له لذلك هي داخلة في حالة من الهستيريا من الضرب والتدمير والعشوائية لأن الشارع بدأ يتحرك والشارع في أوروبا يحسب حسابه إلى حد ما يعني هناك صحيح في هيمنة لليمين المتطرف الآن في الحكم وهو من نهاية التسعينات نحن لاحظنا مع بوش الأب والإبن ولوبين في فرنسا ومع تاتشر أيضا صار في عندي أنا نوع من الظهور والقوة لهذا اليمين ومع الليبرالي الجديد لأن اليسار موجود وواعي صحيح لليمين هيمنة ولكن أيضا لليسار صوت نعم دكتور أمجد شهابي تفسيرك لما يعني كل التركيز على غزة بهذا الحجم الهائل من الجرائم الحرب والإبادة ويمكن يكون هذا إلى حسابه لاحقا لكن الوضع الذي القائم حاليا في الضفة الغربية وفي غزة بشكل وفي القدس بشكل خاص في أي إطار تضعه هل في الحالة التي عليها الذين تخذون القرار في إسرائيل أم أن الصدام الذي كانه أصلا موجود أصبح اليوم نوع من المجابهة التي قد تأخذ شكلا آخر من الآن فصاعدا أعتقد أن الوضع له علاقة كاملة بما حدث في 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى أيضا عملية محاولة الدفاع عن المسجد الأقصى وأيضا العملية كان لها هدف أساسي وهو إطلاق صراح الأسرة المتواجدين في السجون الإسرائيل منذ عقود طويلة يتجاوز بعضهم أربع قرون أربع عقود ونصف تقريبا ما حدث في 7 أكتوبر هو كان يتجاوز كل ما كان يتصوره حتى المنوفذين العملية في 7 أكتوبر لأن الذي حدث هو كسر كرامة وقوة الردع الإسرائيلية بشكل قد أدى إلى انهيار المنظومة بشكل أساسي العقيدة الأمنية الإسرائيلية تعتمد على الإنذار ولم يكن هناك إنذار ولم يكن هناك توقعات بأن تكون هذه العملية أيضا في العمود الثاني وأيضا قوة الدفاع هم كانوا يعتقدون بأن لديهم قدرة كاملة على الدفاع عن مواطنيهم خاصة أن هناك عقد مكتوب بين المواطن الصهيوني وبين دولة الاحتلال وأن الجيش أيضا فقد المواطن ثقته بالجيش الذي أدى من خلال نتائج هذه العملية أيضا في النقطة من النقطة الثالثة أيضا كانت قوة الردع كانوا يعتقدون أن لا أحد يتجرأ بأن يقوم بعملية كذلك وخاصة في احتلال أكثر من 12 قاعدة عسكرية وأيضا أخذ رهائن بهذه الصورة المذلة لا تستطيع إسرائيل العيش بثقافة الهزيمة كما تعودت منذ تأسيسها عام 1948 بإذلال الآخرين والانتصار على الآخرين فلا يمكن لهذا المشروع أن يستمر بهذه الثقافة لذلك يركزونها بشكل أساسي على قطاع غزة وأيضا النقطة الرابعة والعمود الرابع بالعقيدة الأمنية وهي الحسم يريدون أن يحسموا رغم أن كل المؤشرات تؤدي أنهم لن يستطيعوا حسم المعركة لأن حركة المقاومة الإسلامية حركة أيجلوجية متجذرة لها حاضنة شعبية كبيرة ليست فقط في فلسطين وتتجاوز فلسطين أيضا ولا يمكن تحقيق حسم بالمعنى الذي يتوقعونه لذلك يركزون بهذه الوحشية أيضا يريدون أن يدفع الفلسطينيين ثمن كبير جدا وخاصة الحاضنة الشعبية بمحاولة نشر ثقافة الهزيمة التي كان يتوقعون بأنها تم نشرها ليس فقط في فلسطين وأيضا في العالم العربي ليصلوا إلى ثقافة الإذلال ليصلوا إلى مرحلة حالة العجز التي تصل إلى مرحلة الاكتئاب والتي تؤدي إلى عدم القدرة على الرد هم يريدون أن يصلوا إلى هذه المرحلة حتى يصبح العالم العربي والمواطن العربي مفعول به يمكن أن يستمروا في السيطرة عليه واستغلال ثرواته وأيضا تمرير كل المخططات التي يريدون تخطيطها أيضا بعد العملية هناك واقع جديد وهناك أيضا عالم جديد يريدون أن يفرضوه في الشرق الأوسط لا يمكن أن يستمر بدون أن يقضوا على فكرة المقاومة يعتبروا أن المقاومة هو تحدي لهم وهذا التحدي يريدون أن يكسروه حتى لا يستطيع أحد تحدي وجودهم وأن يقوموا بما يقومون به وخاصة في عملية تصفية القضية الفلسطينية ونزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في عملية شيطنة الفلسطينيين وأيضا في عملية انتزاع شرعيتهم في المقاومة هذا الذي يبحثون عليه وخاصة في محاولات التهجير ومحاولات السيطرة الأمنية على قطاع غزة في تدمير شبه كامل في سياسة الأرض المحروقة لشمال قطاع غزة ويشمل مدينة غزة بيت لاهية بيت حنون جباليا نعم إبقى معنا فيه إشارات كثيرة على أن جزء من الأشياء التي ظهرت يمكن مش لأول مرة لكن ظهرت بشكل صارخ وما أشار إليه أيضا الدكتور أمجد في موضوع العقلية الإسرائيلية جلالة الملك بكل وضوع قال أنه لأكثر من سبعة عقود سادت في يعني في هذا الوجود الإسرائيلي عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات وعلى الحقوق إشارة من هذا النوع كأنها تشخيص لحالة مرضية ما عادي بينفع فيها أنه في مجال التفاوض وفي مجال منطقة وسطة نحكي فيها اليوم يقال للعالم حد أمرين إما أن تتقبلوا أن هناك كيان بهذه العقلية وعقلية القلعة هي عقلية تمنع دول أشخاص غير أصحابها يعني ما عندها تفاعلية مع أي طرف آخر وأراد ربما من هذه الناحية أن يقول للعالم أن السلام العالمي مهدد بسبب عقلية من هذا النوع مش بسبب دولة في مشكلة معها إلى أي درجة ترى أن ما جرى منذ السابع من أكتوبر عم بغير مفاهيم في مجمل الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة هو ليس فقط الوجود الإسرائيلي أول شيء هو توصيف دقيق من جلالة الملك وينم عن فهم وعمق عن تجربة مع هذا الاستعمار حقيقة هذا أعاد القضية الفلسطينية على الطاولة يعني أعادها إلى الواجهة ويعني خلانا في حالة من المراجعة لكل ما سبق ولكل الطموحات التي كانت تأمل فيها بعض الدول من أن تحقق السلام أو تطبع مع إسرائيل أو أن تنشئ علاقات فيها مصالح مشتركة أو ما شابه ذلك هذا الحدث الكبير يعني نحن بالأنثروبولوجيا نقول دائما الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية تسقط القناع يعني دائما في قناع يستطيع أن يكذب عليك شخص أو جماعة أو سياسة تكذب عليك سنين وسنين ولكن عند الهزات الكبرى وعند الكوارث الكبرى وعند المصائب تسقط هذه الأقنعة ويظهر هذا الوجه القبيح للحقيقة وهذا ما ظهر من إسرائيل هي قلعة وهذا وجه استعمار وهذا ليس غريبا على فكرة الاستعمار إما أن يكون أو يكون إما أن يقضي على المستعمر أو يقضي عليه وهذا ما رأينا في عدة أمثلة في فرنسا مع الشعب الجزائري أمريكا مع الهنود الحمر وفي فيتنام وفي العراق نحن لم نرى يعني ربما فاقت إسرائيل كل توقع بالفضاعة والإجرام ولكن هذا ديدا الاستعمار نعم يعني في من يقول بأنه هذا الذي جرى يدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام بينما هو أعاد إسرائيل إلى الخلف 2500 سنة إلى الخلف في مرة أخرى وعدم الإمكانية الإنسهار مع الشعوب وأيضا التخلي عن القيم والمبادئ والغاية تبرر الوسيلة وكل هذه المساعد هل تعتقدي أن في التكوين الاجتماعي وأنت متخصصة في علم الاجتماع ممكن يكون هناك جينات يعني مجتمعية ما بتتغير مع الزمن نحن في علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا لا نؤمن بالجينات نحن نؤمن بأن الإنسان يعني هو يبنى يعني يتم بناءه من وهناك مؤسسات وبناء اجتماعية وخطابات تعمل على بناء هذا الشخص قل لي من أين أنت أقول لك من أنت يعني هؤلاء تربوا على العنصرية ورضعوها رضاعة يعني هذا وشعب الله المختار وشعب الله المختار وهذه من سميها التمركز حول الذات هذا من ضمن الثقافة الهجومية الدفاعية أو حتى بناء هوية متخيلية يعني هذا الإسرائيل الذي جاء من كل الأسقاع الأرض هو يطمح ويتأمل ببناء ذات وببناء هوية فردية وهوية اجتماعية وهذه يعني هذه من الأوردة والشرايين الرئيسية التي تشعره بالوجود وبالقوة وبأن له هوية يمكن تعريفها برموز أو معاني أو مفاهيم دكتور أمجد في الإشارة العامة كان لفترات طويلة في إطار عملية السلام تكون الولايات المتحدة الأمريكية يعني كراعية وما شابه ذلك وأيضا أحيانا أوروبا معه وأحيانا أوروبا تملأ الفراغ هل تتصور الآن أنه لم يعد هناك ما يمكن الاعتماد عليه في أي مرحلة قادمة لأنه يقال أنه ما بعد غزة أصلح الحديث عن إعادة التفكير في ترتيب أوراق الشرق الأوسط اعتمادا على الاهتمام من جديد بالقضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوق المشروع ومن في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمة القدس هل هذه النظرية أصحة غير موجودة؟ أعتقد أن الوضع يختلف كليا أما كان بالسابق خاصة في تركيبة الجذرية للمجتمع الصهيوني كان هناك صهيونية علمانية كان ممكن التحدث معها وممكن أيضا التوافق معها كما حدث مع حزب العمل في محاولة توقيع اتفاقية المبادئ المستمع أوسلو مع أنها كانت فخ كبير وأيضا انتحار سياسي للفلسطينيين ولكن كان بالإمكان التحدث مع أشخاص لديهم قناعات وأفكار علمانية رغم أن لديهم جذور صهيونية لكن الآن نتحدث عن مجتمع يتحول صهيوني يتحول إلى الطيار الديني المتطرف وإلى الأحزاب الدينية بشكل أساسي عندما يتحدث رئيس الوزراء نتنياهو ويستخدم آيات وتعبير دينية في حربه مع قطاع غزة نحن نتحدث مع أشخاص لديهم أفكار وأهداف دينية وهذا يؤدي أن لديهم رغبة كبيرة جدا في التوسع خاصة أن الأهداف الصهيونية تتجاوز الحدود الفلسطينية بشكل أساسي أعتقد أن من استذاجة الاعتقاد بأنه ممكن أن يكون الوضع أفضل بعد تحقيق أهدافهم في قطاع غزة هنا يكون هناك عملية انتصار وأن المنتصر يريد أن يفرد شروط وواقع جديد على الساحة ما كان ممكن ولو كان بأمل ضعيف في السابق وخاصة أن الوضع اليوم نتحدث عن أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس وأيضا عن وجود جيشين جيش رسمي وجيش للمستوطنين وأن هناك أهداف تتجاوز بهذه العقلية وخاصة عندما لا يتدخل أحد ويتم استفراد في قطاع غزة بهذا الشكل أعتقد أن الجنون الصهيوني سيزداد شهيته في تجاوز الخطوط الحمر وربما يحاول فرض وقاع جديدة قد تهدد ليس فقط الوجود الفلسطيني كمحاولة تصفي للقضية الفلسطينية لأن الحديث مجرد الحديث عن إمكانية بناء دولة فلسطينية قابل الحياة كما يصرح الأوروبيين اليوم لم تعود على أرض الواقع خاصة في عملية تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وعدم تواصلها وأيضا قتل المعايير السياسية والقانونية من أجل بناء دولة فلسطينية مع وجود سلطة ضعيفة جدا لا تستطيع أن تفعل شيء سوى الاتكال على سياسة الانتظار في تحول يعكس مدى صعب جدا لديهم وعدم قدرتهم على الاستمرار بهذا الشكل بأنهم قد فقدوا كل الحاضن الشعبية وشعبيتهم ومصدقيتهم وفعليتهم وشرعيتهم أيضا وأيضا في عملية الاتكال على الآخرين كان هناك تأملات كثيرة بأن الأمريكان قد يفوا بوعودهم منذ عام 1993 حتى اليوم من مؤتمر مدريد وأيضا من اتفاقية المبادئ وأيضا اليوم محاولة الاعتماد أيضا على الدول العربية والعالم الإسلامي أعطى نتيجة كارثية في البيان القمة العربية الإسلامية الذي أيضا أدى إلى عملية إحباط حقيقي في التأمل بأنه ممكن أن يكون هناك آليات على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القضية الفلسطينية هذا أيضا يؤشر بأن المستقبل العربي صعب جدا ومستقبل القضية الفلسطينية أصبح صعب جدا مع أن هناك خطاب عاطفي يعطي أمال بأنه ممكن أن يكون هناك معجزة قد تغير الوقائع ولكن المعطيات المنطقية تؤشر بأن الاتجاه قد يكون صعبا جدا أيضا والقضية الفلسطينية تمر في أزمة قد تكون أصعب نعم هو معيار معيار نعم طبعا تحت الغطاء الأمريكي والغطاء الأوروبي نعم نعم دكتور أنا رح أرجع لك في موضوع المعيار اللي منقيس فيه الصعوبة أو السهولة أو كما يقال الفرص والتحديات لكن أنا سؤال إلى حضرتك ساعة العين الدكتورة ميسون لعتوم كثير من العالم العربي يقول لك قضية فلسطين قضية قضيتنا الأولى إحنا دائما كلنا نقول أنه بالنسبة لنا قضية فلسطين قضية حياء وموت نتحدث عن وحدة الهدف والمصير وعندنا أسباب كثيرة لهذا تاريخية واجتماعية والأردن يرقب أكثر من غيره طبيعة الكيان الإسرائيلي وطبيعة هذا الصراع ومدى وأبعاده شو هي في من وشهة نظرك عناصر قوة الموقف الأردني في هذه المرحلة ودعينا أقول لك في المراحل المقبلة اللي ممكن تكون أكثر صعوبة ولكن أكثر حسنة صحيح أنا لا أميل إلى تعريف القضية الفلسطينية بأنها قضية فلسطينية وتخص دولة أكثر من أخرى هي قضية كل العرب والخطر على فكرة هو الخطورة والتهديد والارتدادات كلها يعني سيجني الجميع عواقب فشل حل القضية الفلسطينية بكل الأشكال صحيح للأردن الخصوصية أنها هي الأقرب وهي التي على الحد ولكن هذا لا يعني أن الدول الأخرى هي بمنأة عن هذا الخطر أو عن هذا الصراع وبالتالي محاولة تحجيم أو تصغير القضية بأنها هي تخص فلسطين ومن حولها مباشرة هي حقيقة يعني فيها نوع من فقرة التوصيف يعني لهذه القضية تعتقد العالم العربي دكتورك كله متفق على مصدر التهديد الأول لأنه في السنوات الأخيرة كان فيه كلام عن أنه فيه مصادر تهديد أخرى مثلا إيران وتركيا مثلا هل أنت تعتقد أنه العالم العربي على مستوى واحد من الاتفاق على أن التهديد وغبق التهديد الأول والأخطر هو تهديد الإسرائيلي يعني آلة الإعلام وآلة الهيمن الإسرائيلي بالسنوات الأخيرة نجحت على أن تشتت الأنظار حول من هو العدو ومن هو الصديق أنا أعتقد أن في هذا وهم كبير العدو الأول والوحيد والكبير هو إسرائيل يعني إسرائيل هي ذلك الخنجر يعني في خاصرة الأمة العربية يعني نحن هو عم يعلن عن علاوينه واضحة يعني لا يكفي أن يعلن يشترك لحده حتى يفكر هو احتلال يعني أكثر من أن يكون احتلال واستعمار هذا يعني لا يحتاج إلى دليل حتى أذهب بالظن وبالظنون من يمكن أن يكون عدو محتمل في المستقبل هذا العدو هو يوميا يقول لك أنا محتل وأنا عدو نعم نحن موقفنا هنا مثل ما إحنا شايفين أنه هو موقف متحد إلى درجة حقيقية على مستوى القيادة والشعب هل بتشوفي حضرتك أنه في مفاهيم يعني جديدة لمفهوم الوعي الوطني بامتداده القومي باعتبار أن الأردن أصلا هو يمكن يكون الوحيد لهويته الوطنية مختلطة بهويته القومي أكيد يعني احنا قلنا الهزات والكوارث الكبرى التوزيل الأقنعة وأيضا هي بمعنى ضارة نافعة رب ضارة نافعة ربا شيء يأتي ليفضح وشيء يأتي ليبني هذه الهزة الكبرى وحدت تقريبا المواقف يعني لما لا أستطيع الآن أن أقول هذا موقف التونسي وهذا الموقف المغربي وهذا الموقف الأردني كل العرب متحدون على فكرة أن هناك مظلمة وهناك استعمار وهناك بشاعة وهناك ظلم وهناك يعني ممارسة للتطهير عرقي وكل هذه الفضاعات أصبحت واضحة وبالتالي هي وحدت إلى حد كبير يعني هذا الموقف وهذه الرؤية نعم دكتور أمجد دكتورة ميسون تحدثت عن الهزة والارتدادات اليوم الحقيقة فيه حديث مفتوح على كل الاتجاهات فيه موضوع الارتدادات وهناك من يتحدث عن أن إسرائيل اليوم تواجه من داخلها ارتدادات هذه الهزة ربما لا تظهر في هذا الوقت اللي بيعتبروا أنه جيشهم بخوض معركة مع مباني وين شاي في الارتدادات على مستوى إسرائيل وعلى مستوى وحضرتك أشرت قبل قليل أكيد أن العالم يعلم الذي يحدث ويرى أن جريمة حرب في القرن العشرين الواحد وعشرين هذا شيء يعني ما بتقبل العقل البشري وقد سقطت قبله وكل الكيانات التي عملت على الفصل العنصري ومارست هذا القدر من الهمجين وين شاي في الارتدادات يعني في اتجاهات مختلفة وين عكاست بطريقة الحال في نهاية الأمر على القضية الفلسطينية أنا أعتقد أن العالم العربي اليوم أمام مسؤولية تاريخية إما أن يكتبوا التاريخ ويبنوا على ما حدث في 7 أكتوبر عندما اكتشف العالم العربي بأنه ممكن هزيمة إسرائيل بهذا الشكل خاصة أن الإمكانيات البسيطة التي تم استخدامها أثرت بشكل أساسي وانهارت جزء خاصة منظومة والعقيدة الأمنية أعتقد أننا ارتدادت أن نحن نواجه مجتمع صهيوني منقسم ولديه مشاكل كثيرة جدا وخاصة لا يوجد هناك توافق في الأفكار وفي الأهداف وهناك طيار ديني يصارع بشكل أساسي على الهيمن على كل مراكز القوة في إسرائيل ويريد أن يطرد الطيار اليساري والطيار العلماني وأيضا يريد أن يهيمن أيضا على الأيدلوجية بشكل أساسي يريد أن يسيطر على كل مناحي الدولة وهذا لا يمكن الاستمرار به وهناك هجرة معاكسة بدأت منذ سنوات طويلة لدى طبقة مثقفة معتدلة متوازنة بدأ لم يعد هذا الكيان يسمعها وعدما نسمع زعماء المعارضة في الأزمة للإنقلاب على النظام القضائي نشعر بشكل أساسي بأن هذه المنظومة بدأت تتفكك ونشعر بأن هناك عدم قدرة على الاستمرار في هذه المنظومة وهي بحاجة ماسة دائما لعدو خارجي لتدميره حتى تستطيع ترميم ما تستطيع ترميمه من أجل الاستمرار فكل ما نراه من هذه السادية في عملية الشهوة في قتل الآخر وسفك دمائه وأيضا الرغبة في الانتقام بهذه الوحشية أيضا هذا يدل على أن هناك أزمة لا يمكن أن تستمر بالمنظور الأمني لأن الطريقة التي يعالج بها كل المشاكل لا تستطيع أن تستمر بدون ردود أيضا في المستقبل في البداية كان يعتقدون أن منظمة التحرير هي التي ممكن أن تشكل تهديدا وأيضا بدأ يشيطن بها وبعد حرب عام 182 بإخراجها من لبنان المشكلة الآن لا يمكن مقارنتها بما يحدث في قطاع غزة ولا يمكن إنهاءها بالطريقة التي تم تدمير البنية العسكرية لمنظمة التحرير في عام 182 عندما حاصروا بيروت وأخرجوا المقاتلين بأسلحتهم الخفيفة إلى تشتيتهم في العالم العربي أعتقد أن عملية ترميم الجبهة الداخلية الصهيونية لم يعد أمرا سهلا بدون سفك الدماء وبدون حروب وبدون أيضا السيطرة والهيمنة على الآخرين بغطاء أمريكي وأيضا بغطاء أوروبي لا يمكن أن تستمر هذه الصورة ولكن كان الأمل بأن يكون هناك وعي عربي وأيضا أن يكون هناك تحرك وفعل عربي حقيقي لوقف هذا الجنون الذي قد يصل إلى شعوب أخرى أيضا في المنظور القريب خاصة أن بعض الزعماء بدأوا يصرحون بشكل أساسي بعملية طرد سكان الضفة الغربية نحو المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا محاولات استخدام أسلحة نووية لإنهاء المشكلة قطاع غزة نعم بشكل أساسي نعم هذا بيدفعني أوجه السؤالي هذا كله يشكل تهديد حقيقي تمام أنا رح أرجع لك في هذه المسألة لأنه لما تكلمنا على الارتدادات الواقع اليوم في حديث كثير عن مفهوم إعادة قراءة عناصر القوة دكتورة وعناصر الضعف والفرص والتحديات بسموه تحليل الرباعي إنه اليوم لما بدأت سبعة أكتوبر كان عبارة عن فصيل فلسطيني بأدوات متخلفة عسكريا استطاع أن يضرب في عمق الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية ورح يتبين الارتداد لسة بدا سنة لحتى تضع في المقابل أن هذا الجيش القوي الذي يحمل كل لديه كل هذه القوة يضرب مستشفيات يضرب مدارس يضرب منازل يعني يستجلب اللعنة كما يقال بتصرف أنا في اعتقاد أنه حتى الجيوش المساندة له بينظروا أنه هم مساندين لجيش بلا قلق بلا قيم وهذا مش معقول يكون في جيش بس عقيدته القتل بلا تمييز أنا بشوف أنه من هذه الزاوية هذه كلها عناصر ضعف في هذا الذي يعتقد أنه قوي في المقابل قد نجد في جانبنا اللي منقول موقفنا ضعيف إمكانياتنا أقل العالم العربي مشتت العالم الإسلامي ما يعمل بشي ممكن يكون في من داخله قوة لم تظهر بعد هل بتعتقدي أنه ممكن نوصل إلى نقطة من هذا النوع من التحليل في حقائق شفناها على الأرض يعني مش عم صحيح يعني هو يعني هذا هذا يعني هو لم يخرج عن النهج الميكافيلي يعني على فكرة الاستعمار كله قاري عند الشيخ ميكافيلي يعني هو الذي قال أنه لكي تثبت وجودك وتهيمن يجب أن تخلق صراع حتى لو لم يكن هناك صراع يجب أن تخلق هذا الصراع لكي يعطيك عنصر القوة وهنا أنا أتفق مع زميلي دكتور أمجد من القدس طبعا يعني هناك حالة من الهستيريا حالة من عدم التصديق يعني بأن قوة ضعيفة وبسيطة وفصيل كما وصفته استطاع أن يهزم أن يهزم دولة ويهزم جيش يعتد بنفسه ويتفاخر على أنه من أقوى جيوش العالم وبالتالي ردة الفعل هذه تدل على أنه دخل في حالة هستيرية وبالتالي الهستيريا هي نتاج لانهزام داخلي وضعف وليس قوة ليس ضعفا بالمعنى التقني وإنما ضعفا بالمعنى العقدي وبالفكرة طبعا وبالفكرة هذا الذي يركب الدبابة المركبة وهي من أكثر الأدوات تطورا ضمن الأسلحة الحديثة هو خائف ومرتجف وغير مقتنع بأنه يحارب على حق أو على أرض ينتمي لها هذا صحيح؟ نعم دكتور أمجد أنا سؤال الأخير وباختصار إذا تكرمت في هذه قضية دقاط القوة والضعف بدون أن نشك أن المشاهد التي نراها من غزة هي بقدر ما هي محزنة ومؤلمة هي وصمة عار في جبين الإنسانية كلها يعني اليوم إحنا من نستنى من العالم اللي بيقول أنا أؤمن بالسلام والأطفال وسلامة الأطفال والنساء وكاليوم فضيحة عالمية لم يشهد التاريخ بثير لها مرة أخرى وما بدي أنا أطلب منك تكون لا متفائل ولا متشائم أريد فقط أن متى بإمكاننا أن نعيد طريقة تفكيرنا لنرى عناصر القوة والضعف كما يجب أن ترى نعم أعتقد أن الصراع يمكن أن نلخصه بصراع منظومات هناك منظومة تعمل منظومة الإسرائيلية وأيضا منظومة الغربية وهناك منظومة عربية إسلامية لا تعمل ليس لديها الفاعلية والقدرة على العمل أعتقد أن هناك قلة وعي بخطورة الموقف وأيضا هناك حاجة ماسة باستخدام جميع الأوراق يعني فكرة العمل الجماعي مفقودة عند العرب بشكل أساسي وهناك إشكالية أساسية بالقدرة على العمل الجماعي لاحظنا في اجتماع القمم العربية لا تخرج بموقف عربي هناك دائما يوجد انقسام داخلي وأيضا هناك أيضا مصالح تتناقض لا تتركز فقط على المصلحة العامة لكل العرب وهذا أيضا ينعكس سلبيا على قدرة هذه المنظومة نعلم تماما أن العالم اليوم عبارة عن لاعبين أساسيين يلعبون في منظومة دولية أساسية إذا كان العرب يريدون أن يكونوا لاعبين أساسيين ولهم القدرة على التأثير عليهم أن يبحثوا عن أوراق القوة لدينا أوراق قوة لم نستغلها على المستوى الإعلامي لا نملك لوب إعلامي قوي في الغرب كما يفعل الإسرائيليين لدينا وجود اقتصادي قوي رغم وجود إمكانيات هائلة جدا من قدرات اقتصادية وبترول وغاز وأموال هائلة أيضا تستثمر في البنية التحتية ولكن لم نصل إلى مرحب أن يكون شعوب منتجة وليس شعوب مستهلكة في إطار الوحدة الاقتصادية العربية حتى بدون وجود مشكلة وجود صراع كان هذا أمل كل العرب أن يكون هناك على الأقل شيء زي الاتحاد الأوروبي أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أمجد الشهابي الباحث والناشط المقدسي كنت معنا من القدس بارك الله فيك سؤالي الأخير لحضرتك وأشكرك طولتي مالك علينا نعم أبدا نحن دائما نطلع على كل الهيئات كيف تعمل في مجالاتها ولوما نتكلم عن مجلس الأمة مجلس العيان مجلس النواب بيصير فيه يعني أسئلة مشروعة حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه مجلس الأمة الأردني بالعلاقة مع المجالس المثيلة مع الاتحادات الدولية وغيرها هل بتشوفي عماشين في هذا الاتجاه ضمن أيضا مفاهيم جديدة على ضوء هذا التغير الجذري الذي حدث في تطورات القضية نعم صحيح يعني مجلس الأمة سواء بغرفتين الأعيان أو النواب يعني نحن أيضا تعلمنا درس يعني هذه الهزة الكبرى أيضا علمتنا درس نحن كنا نستقبل السفراء ونجلس أمامهم على استحياء سفراء الدول الأوروبية وكنا نلام على أننا مقصرون بحق الطفل وحق المرأة والعنف يوم عندكم ما تقولوا يعني يعني الآن أصبحنا أمام حقيقة مراجعة مراجعة حقيقية لما كان يجري يعني هذا الشعور دائما بالنقص بأننا دول غير دموقراطية ودول تحاسب على حقوق الإنسان بسبب اعتقال أو سجن أو خليل نحكي حادث منفرد ومعزول ومع ذلك كان يتم محاسبتنا الآن أصبحنا أمام نقدر نحاسب نعم حالة يعني تجعل هذا الأوروبي أيضا هو بحالة مراجعة مع نفسه وهو الآن في قفص الاتهام نعم هذا حقيقة وضع أوروبا كلها في أزمة يعني أزمة فلسطين الآن أزمة غزة وضعت أوروبا جميعها في حرج وفي أزمة ليس أمام شعوبنا فالفطوة إنما أمام شعوبها هي أيضا تمام أشكرك سعادة للعين الدكتورة ميسون لعتوم شكر مرصول أيضا دكتور أحمد الشهابي بارك الله فيك شكرا شكرا لك مرة أخرى بشهدية العزاء إلى فاصل قصير لأن أرحب بضيفي هنا في الستوديو النائب المهندس في رأس السواعير العجارمة رئيس لجنة فلسطين النيابية ومن حيفا عبر سكايب بسيد إيهاب جبارين وهو محلل سياسي مختص بالشأن الإسرائيلي اسمح لي أبدأ من حضرتك ساعة النائب خاصة منكم اليوم كنتم في اجتماع تشاوري مع جلالة الملك رئيس مجلس العيان رئيس مجلس النواف حضرتك رئيس لجنة فلسطين وأيضا من يماثلك في مجلس العيان وعدد من الشخصيات الرسمية والوطنية ولابد أن هذا يعكس الأجواء واليوم الأردن بكل طاقته وإمكانياته يتعامل مع تحدي كبير وخطير بشكل عام الاتجاه والبوصلة في هذه المرحلة بالنسبة لجلالة الملك وللأردن خاصة في هذا الوقت الحساس والعصيب بداية نسي دعا سعد الله مساك ومساء الأخوة المشاهدين تشرفنا اليوم بلقاء جلالة الملك وكان لقاء مطول استمر حوالي ثلاث ساعات تم مناقشة في كل الأوضاع الراهنة فيما يخص موضوع غزة وما يخص موضوع الإقليم وما يخص عملية السلام وكان جلالة الملك واضح وشفاف في التأكيد على الموقف الأردني وأعطاء الأولوية الأولويات إلى إيقاف هذه الحرب المختائرة على أهلنا في غزة والبعد الإنساني كان حاضرا جدا فيه عن الاجتماع فقتل الأطفال والنساء وتدمير المساجد والكنائس ووصل الدور إلى المستشفيات وتدمير البنية التحتية وتهجير نصف قطاع غزة نصف السكان إلى الجهة الجنوبية من قطاع غزة وكما تعلم ويعلم الأخوة المشاهدين أن قطاع غزة هو 365 كم يعيش عليه مليون مليونين ومئتين ألف غزة أهلنا في غزة فعندما يقتطع نصف هذه المساحة ويوضع السكان كلهم في الجزء الجنوبي فهذا يعني كارثة إنسانية بكل معاييرها لا يوجد أدنى متطلبات الحياة الأساسية هذا في الأوضاع الطبيعية فما بالك تحت القصف الحمجي هذا الكيان الصهيوني الذي لم يشهد التاريخ بشاعة مثل البشاعة الموجودة في غزة ما الذي سيبنى على هذا التقييم من الآن فصاعداً؟ يا سيدي جلالة الملك في علاقات الدولوماسية الدولية يقود حراك كبير لوقف هذا الأدوان على أهلنا في غزة ويقف من وراءه كل الأردن الشعبي والرسمي موحداً خلف قيادة جلالة الملك في هذا الموضوع وهناك يعني يمتاز الأردن أن الشأن الفلسطيني هو شأن داخلي ونحن موجودون في غزة مستشفى الميداني موجود 183 ضابط وفرد وغزة هاشم وغزة هاشم فالارتباط الهاشمي في فلسطين وفي غزة وفي القدس هذا ارتباط تاريخي وجذوره ممتدة إلى مئات وآلاف السنين أدرك أنه وتشاركنا مع جلالة الملك القلق من إذا ما استمرت هذه الحرب وانعكاساتها على الإقليم ستكون سيئة ومدمرة نعم فسيدنا حتى في إذا تلاحظ في خطاب جلالة الملك في القمة العربية الإسلامية أشار لموضوع مهم جدا إذا تشاهد المشهد السياسي في المنطقة هناك فراغ لمشروع عربي نعم يعني مثلا في سؤال بالمحور الأول ونقرأ المحاور أن قرارات القمة الأخيرة هل تتوافق مع المطالب الشعبية وهل تتسب في سيد البيان الختامي للقمة كلنا موافقين عليه ينقص شيء واحد لا يوجد آلية لتنفيذ هذه القرارات نعم فجلالة سيدنا في خطابه أشار أسمع ماذا قال جلالة الملك يؤكد أهمية بناء تحالف سياسي نعم لوقف الحرب والتهجير والبدء بعملية جادة للسلام نعم فمقررات القمة ومن يبحثون ومن ما زالوا يؤمنون في السلام في المنطقة هذا بحاجة إلى آليات للتطبيق بحاجة إلى ضغط على المجتمع الدولي بحاجة لإوصال صوت العرب والفلسطينيين إلى كل المحافل الدولية أن لا يكونوا منحازين إلى طرف ونحن نشهد في هذه الأزمة الأخيرة اللي ينحياز التام للجانب الإسرائيلي لوجود لوبي عشان هيك ربما سعاد النائب الحديث عن العودة إلى مفهوم مفاوضات مفهوم السلام لم يعد مبني على المفاوضات بما هو مبني على قرارات الشرعية الدولية بأن تفرضها فرضا لأنه كما وصفهم جلالة الملك بعقلية القلعة صحيح عقلية القلعة وجلالة الملك اليوم أكد في خلال اللقاء أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة فيجب اقتناصها سواء كان من الإسرائيليين أو من العرب نعم يعني هذه رغم مشاهد الدمار ورغم عدد الشهداء ورغم ورغم ولكن الحرب على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة طيب خلينا نسأل الأستاذ إيهاب جبارين وهو محل سياسي ومختص في شأن الإسرائيلي أستاذ إيهاب ما هي الهزة التي حدثت في إسرائيل في مجمل الصراع اليوم ما عادت القضية قضية صراع فلسطيني إسرائيلي اليوم رد الفعل الإسرائيلي أعاد استجلاب العالم بمجمله لكي يتساءل ما الذي يجري رمي جداً تحياتي لك ولضيفك الكريم مستسد يعني بداية لكي نستطيع أن نفهم ذلك ربما يجب أن نعود إلى ما كتبه من يمين نتنياهو بخط يده في عام 2018 استراتيجيته كانت تكمن بشكل جداً بسيط بأن يوقي الفلسطينية بنوع من التوتر المتواتر أي بكلمات أخرى أن لا يكون هناك أي تصعيد هذه كانت تقيته للعشر سنوات القادمة أن لا يكون هناك تصعيد مع الحلسطينيين على مدار هذه السنوات ومن خلالها يحاول أن يقزن القضية الحلسطينية من المشهد العالمي وكذلك من المشهد العربي وبمناحة كهذه أو كأخرى على مدار الحلسطيني يجب أن يتطاع أن يكون هذا المفهوم حتى وصل إلى مرحلة أن كل ما يجري في داخل الضفة الغربية بعيدة عن الضفة لا تشأناً داخل لا تشأناً إسرائيلياً لا تتعامل معه الدول الغربية على الأقل وبالتالي من هذا المنطلق الذي جرى في السابع من أكتوبر هو كان هزاً بكل هذه المفاهيم يعني بعيداً عن عدد القتلى وعدد الأسرى وعدد الجاحة كانت هناك ضربة ضربتين اثنتين الأولى الآنية الأكتوبر هي التي ضربت إسرائيل في الخاصر الأهم في مؤسسة الجيش هذا الأمر الذي أقرق منام إسرائيل في المقام الأول وفي المقام الثاني على البعد الأطول والأكبر هو أنه أعاد القضية الفلسطينية رد الفعل الإسرائيلي كان مفهوم ضمن أنه سوف يعيد إلى الواجهة القضية الفلسطينية من أسرع يعني من أوسع الأبواب وبالتالي من هذه المنحنيات ومن هذا المنطلق يمكن أن بن يمينة نهو حصر كل المساعد الدبلوماسية التي عمل عليها على عشر سنوات في خلال ثمانية وثلاثين يوماً لا غير هذا من هذا المنطلق الأولى نعم سأعود لحضرتك أنا سؤالي مرة أخرى سعاد نائب فراس إحنا بنقول أنه في لما بدت عملية السلام ووقعت عملية السلام فيه اتفاق على أن إسرائيل لم تكن هي إسرائيلي اليوم أو على الأقل القادة الإسرائيلي واليوم لما منتكلم معانا السلام كنا منعرف أنه الآفاق لا يمكن أن تكون مفتوحة مع هذه العقلية الجديدة ذات مش بس التطرف اليميني ذات الأفكار التلمودية والنبوءات وما شابه ذلك اليوم مجلس النواب أحال قضية الاتفاقات بيننا وبينهم إلى اللجنة القانونية لدراستها وطبعا فيه أكثر من رأي في هذه المسألة أنه كمان بدك تأخذ قرارات يعني تخدم بالآخر يعني تكون في إلها فائدة بشكل خاص للشعب الفلسطين هل بتشوف أنه فعلا أننا في حالة مراجعة حقيقية لمجمل العلاقة بيننا وبإسرائيل في ضوء التغير الذي حدث من جانبيا سيدي بداية كلامك أشرت لقضية مهمة أن الآن من فترة طويلة لا يوجد معسكر سلام في الجناح الإسرائيلي نعم وإذا تلاحظ تصرفات الوزراء وتشكيل الحكومة نعم كلها حكومة يمنية متطرفة لا بل تلموتية الدعوة إلى إزالة حوار عن الوجود الدعوة إلى إلقاء قمبلة نووية على غزة الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين أن يتجول وزير إسرائيلي شاهراً مسدس داخل الأقصى وفي كلام على البقرات الخمسة البقرات الخمسة والعجل ومخططات الهيكل في مكان الأقصى نعم يعني أيضاً في بعض السياسيين يحذروا أن يتكلموا فيه ولكن تقع مسؤولية كبيرة أيضاً على المجتمع الإسرائيلي نعم المجتمع الإسرائيلي يتحمل وزر ما تقوم به حكومته لأنه هو من يوصلها إلى سدة الحكوم يجب أن يكون يجب أن يكون هناك إعلام عربي موجه إلى الداخل الإسرائيلي نعم إذا تلاحظ وتستذكر كلام جلال سيدنا شعب محاصر 17 سنة تتحكم في مائه وغذائه وسمائه وأرضه وكهربائه وأيضاً الفلسطينيون في الضفة الغربية لا يقل الوضع عندهم سوء عن غزة نعم الجدار الذي قطع أوصال قلوب الفلسطينيين قبل الأرض هذا الجدار إذا بدك تحلله بقضية سياسية لا ينم عن عقلية رئيس السلام إطلاق 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية سيكون عائق في الحل المستقبلي تسليح المستوطنين وتغيير قواعد الاشتباك مع الفلسطينيين هذا أيضاً دليل على العقلية التي عقلية القلعة التي تعيشها الدولة الإسرائيلية فيجب على الدولة الإسرائيلية بمنظرينها وسياسيينها إعادة تقييم لأنه أنا بدي أعطيك مؤشر فقط مؤشر بسيط هل تعتقد أن العرب الذين كانوا يؤمنون بحل الدولتين وأنه قد نتعايش مع هذا الكيان قبل السابع من أكتوبر كما هو بعد السابع من أكتوبر لا أكيد تغير فمواطيات كثيرة طبعاً هذا يمكن يجيبنا كمان الأستاذ إيهاب جبارين على هذا السؤال وأنه ربما أنت أكثر ناس الذين تعيشوا هذه التجربة منذ الثمانية وأربعين الأقدر على قياس طبيعة المجتمع الإسرائيلي في وضعه الراهن وطبعاً صار فيه مؤخراً بدأنا نسمع أنه أنتو أيضاً تتعرضون لمضايقات يومية هل لديك وصف جديد للحالة الإسرائيلية اليوم؟ نعم لكي نفهم ذلك بشكل آمق أنا بأعتقادي هناك نقطة مثيرة لإهتمام وهي تصريحات بنيمين نتنياهو الأخيرة في المؤتمر الصحفي الثلاثي الذي كان قبل يومين مع غالانت وغانت أنا ذاك في ذلك اليوم يعني بعيداً عن العزلة التي كان فيها نتنياهو كانت نقطة مثيرة للاهتمام من بين كل الجنود الذين عزلهم نتنياهو في ذلك واخترى أن يشيد بعائلة واحدة عائلة يحيئيل وهذا الاسم يجب أن يعني بعيداً عن أن ندخل في أعماق من هو يحيئيل لايتر مجرد الاسم لديه الكثير من الرمزية كل الأسوء الأسامي التي تنتهي بالعبرية بإيل هي تمجيد للرب يعني هي تمجيد للإله وبالتالي هذه الأسامي بطبيعة الحال هي أسامي متدينة نتنياهو اختار في ذلك اليوم أن ينحاز أو أن يشيد بين كل العائلات التي كانت موجودة نتنياهو الآن موجود في عزلة العزلة السياسية هذه تقصي به إلى أقصى اليمين في داخل إسرائيل هذا المشهد ليس بمعزل الآن في إسرائيل هناك معسكرين تماماً منفصلين هناك المعسكر بالذاتما بعد السابع من أكتوبر تحديداً كي نفهم هذه السورة هناك يمين ويمين لكن أي يمين نتحدث هناك اليمين الأمني المتمثل بجانتس وجلانت وكل المؤسسات الألمنية العلمانية ويمين التلمودي اليمين الاستيطاني ذو كل العقلية الصهيونية الدينية التي أتت لكي كما تسمي نفسها لتعيد الاستيطان في كل البقاع في كل البلاد ولا موجود هناك للعربي بل أكثر من ذلك وفق هذه الرؤية نحن رأينا سموتش طبعاً من أرباب هذا الطيار رأينا كيف رؤيتهم للفلسطينيين الفلسطينيين يجب أن يجب بداية إما الترحيل ومن يبقى فمصيره هو أن يردخ للفلقية اليهودية لا يوجد رابع لهذا الخيار هذه هي الثلاث خيارات الموجودة أمام الفلسطيني وهذا ما يطبق في هذه الأيام بطبيعة الحال يعني حتى مقارفيدات الأراضي الثمانية وأربعون هناك موجات تشدد يعني إسرائيل الأمنية تحاول أن تضبط الحال وتلجب كل هذه الطيارات لكن في أكثر من مرة رأينا ذلك في نتانيا رأينا ذلك في ترشيحة من موقع في أكثر من مكان كيف كان التنكل أضب حتى لإسرائيل الأمنية بالمناسبة يعني إذا تحدثنا عن اليمين الأمني هو ليس بمعزل عن هذه التصرفات كذلك اليمين الأمني أقام ما يسمى بنوع من شوطة الأدام كل شخص يتواجد في داخل السوشيال ميديا ولا يتوافق مع أراءنا وحتى مجرد يتعاطف مع غزة من الثمانية وأربعين نبدأ بالتنكيل به من هو أين يعمل إذا كان يمكن الإقتصاد العقاب بالعمل الأكاديمي العقاب بالتعليم هكذا كانت تتصرف إسرائيل في الثمانية وثلاثون يوم الأخير إما هذا اليمين وإما هذا اليمين وهذا ليس بمعزل عن الصورة التامة هذا ليس بمعزل عن ما كان عليه في السابع من أكتوبر هم يقولون بطبيعة الحال أن نصدرنا نفذ بكلمات أخرى أن هذا كان دائما موجود على الطاولة لكن كنا نتعامل معكم بسياسة معينة باحتواء معين هذا الاحتواء لغاية موجود في هذه الأيام بطبيعة الحال أو يمكن أن نتحدث عن القدس هذا المشهد الذي يحياه فلسطيني الثمانية وعبعين اليوم هو المشهد الذي يحياه فلسطيني القدس على مضى 365 يوم في العام كل عام طيب ابقى معنا دكتور إيهاب مرة أخرى احنا عم نشوف الصورة عم تتدون بألوان غليست معتادة وتعرف حضرتك القدس وما تانيه لنا والوصاية الهاشمية وجلت الملك حذر من أن هؤلاء بهذه الطريقة ومن خلال اليمين التلمودي قد يشعلون حربا دينية وفي هذه الحالة إذا وصلنا إلى هذه المرحلة صعب نتخيل شو الوضع الذي يكون عليه المنطقة وشو يكون عليه العالم وهناك من قال مثلا واحد مثل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ما كانش مضطر يقول أنا يهودي في هذه المرحلة إلى أي درجة ترى أننا بحاجة إلى إعادة صياغة مفاهيم في التفكير مرة أخرى وعندما نقول الأردن نجده في كل الأحوال وفي المواجهة قبل غيره في كل ما ينبني على ما نسمعه عن هذا التغيير الخطير في مستوى القيادة الإسرائيلية وشعر الإسرائيلي سيدي صحيح نحن الأردن كما أسلف في بداية اللقاء القدس وفلسطين هم هاشمي نعم وهم أردني وهو هم داخلي والعلاقة تؤطرها يعني أطر تاريخية وأطر دينية نعم وثيقة جدا وإذا مستبرت هذه العقلية عقلية القلعة وعقلية الغاء الآخر وعقلية العلو العرقي العلو العرقي هذا الذي نسمعه الآن وخروج مفاهيم تلمودية كثيرة في هذه الفترة هذا كله يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار لا يستطيع أي محلل أو متنبئ أن يتنبئ بما سيحدث إذا منفجرت المنطقة نعم فأيضا الجزء الإسرائيلي أيضا عليه أن يفكر مليا في هذا الموضوع لا يوجد طرف لن يتضرر ولكن نحن أصحاب حق هناك شرعية في الحقوق العربية هناك الشرعية الدولية كلها بخراراتها أنصفت الشعب الفلسطيني ولن يكون ولن ينعم الإقليم ولا العالم بأمان وسلام دائم إذا لم يغطى للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة المتمثلة بقرار 242 قامت دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها في القدس الشرقية نعم وهذا خيار فيه عند كثير من العرب يعتبره خيار تكتيك لأن مطالب العرب تتعدى ذلك ولكن في هذه المرحلة بما أن كل المعسكر العربي آمن بخيار السلام وآمن بحل الدولتين فهذا خيار يجب أن يكون هو الأولوية الأولى بعد انتهاء الحرب على غزة نعم طيب اسمح لي أيضا أرجع للسيد إيهاب جبارين مثل ما في إنت من حضرتك أنت تتكلم عن إعادة تكوين خلينا نسميه اجتماعي على جغرافيا صارت واضحة فيها أنتم فيها أهل الضفة الغربية أهل الغزة وفيها الإسرائيليون كذلك وين بتشوف إمكانية إعادة تشكيل هذه التناقضات في إطار يمكن أن يكون في النهاية له عنوان سؤال جميل يعني أنا أوافق بما قاله سعادة النائب بكل ما يخص سنوات التسعين يعني كانت هناك ملاحظة أن إسرائيل هي ليست نفسها إسرائيلة التي أبرمت معها اتفاقية السلام في سنوات التسعين الآن بطبيعة الحال يعني الكل يتحدث عن غزة ماذا يكون المشهد السياسي في داخل غزة وما إلى ذلك ولكن الإنقلاب الحقيقي المشهد السياسي سوف ينقلب وينفثر بل سوف تكون به ثورة بكل معنى الكلمة هو في داخل إسرائيل وإسرائيل في العشرون عام الأخير نتنياهو بقصد وليس بغي القصد بقصد سعى بأن تكون إسرائيل شعبوية بدون أي استراتيجيات بدون أي تكتيك أن تكون إسرائيل أو منتخبي الجمهور هم شعبويين وبالتالي الخطاب كان فيه أكثر شعبوية الخطاب ساعده بأن يعني أن يسير في كل المسير الذي كان يريده يعني ما لم يستطع نتنياهو أن ينطق به بطبيعة الحال نطق به سموترش وبيندوير يعني أرض إسرائيل الواحدة وما إلى ذلك هذه خطابات نتنياهو في نهاية المطاف أو حلم نتنياهو في نهاية المطاف أن فرق أحدهما استراتيجي والآخر شعبوي هذا كان كل أن فرق الآن ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار على المدى البعيد هو أن واجهة إسرائيل إلى أين في ظل كل هذه التوتر كل ما يجري يجب أن ندرك نقطة مهمة جدا وربما هذا كذلك تشير إليه الاستطلاعات إسرائيل كانت في صدمة شبيهة جدا بصدمة مقتل رابط في السابع من أكتوبر يعني ذات الصدمة كانت موجودة هناك وتحديدا اليمين في داخل إسرائيل كان في ذات الصدمة لأن كانت كل الإشارات تشير بأن اليمين والتعديلات القضائية وكل التلاعب الذي كان في المشهد السياسي في إسرائيل في العشر أشهر الأخيرة هو الذي أدى إلى العملية في السابع من أكتوبر الأصابع تشير إلى السابع من أكتوبر وهذا المشهد تحديدا يؤدي إلى انطواء اليمين مرة أخرى إلى داخل ذاته أو أن يقتصر على الأصوات الأرادكالية فيه تبدأ بالانطواء والانزواء ويبدأ اليمين الأمني الذي ذكرناه سابقا هو الذي أن يسيطر على المشهد من كافة الأطياف بالمناسبة وعندما يتحدث من كافة الأطياف يعني يجب أن لا نجمل الصور رابين وغيره أي نعم كانوا يعني محسنين لكنه ليس اليسار العالمي هو يمين أمني بكل معنى الكلمة وبالتالي واجهة إسرائيل الآن إلى اليمين الأمني واليمين الأمني يعلم جيد واحدة شيئا واحد هو بحاجة لإعادة هيبة الردع أي نعم ولكن إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل الحروبات وبالتالي هي بحاجة لمسار سياسي ومسار يعني يخطط خارط التطريق من جديد وأنا باعتقاضي أن بمقابل كل الضغطات الأمريكية أو بشكل أضاق كل النفوذ الأمريكي أو المساحة الخضراء التي أعطتها أمريكا لإسرائيل في هذا الشهر هناك ثمن وهذا الثمن يتمثل بما سوف يتوجب عليها أن تدفعه ويتمثل بسياسات الوليات المتحدة في داخل المنطقة ويتعلم جيدا أن بدون أي مستقبل سياسي للفلسطينيين لا يمكن الحديث عن أمن لإسرائيل هذا ما تحاول المعادلة أن تقوم بها الإدارة الأمريكية وبغض النظر عن من سوف يكون في داخل الإدارة الأمريكية أنا باعتقاد أن الشركة الإسرائيل المقبل سوف يسعى في هذا المجال بشكل استراتيجي وممنهج هل يستطيع؟ هذا سؤال آخر نعم طيب سعد النائب رئيس تجد فلسطين النيابية بلش الحديث من وقت لآخر تهجير الفلسطينيين اللي في غزة لسيناء اللي في الضفة الغربية لأردن طبعا نقطة القوة الحقيقية هي بأن أهالي الضفة الغربية وأهالي غزة متمسكين بأرضهم وعندهم يعني دون ذلك الموت كما يقال ولكن مجرد وجود تفكير في إسرائيل لعمل شيء من هذا مع دولتين في بناتهم اتفاقية السلام ودولة رئيس الوزراء الدكتور بشير خصاوزي قال أمام مجلس النوار أن التفكير في هذا الاتجاه يمكن أن يصلنا إلى حد الحرب ما هو التوصيف الصحيح رسميا وشعبيا لقضية من هذا النوع إذا أصبحنا نواجهها وجها لوجها يسيدي أبدأ جاوبك بمحوري المحور الأول فلسطينيا ذاقوا مرارة الشتات وذاقوا مرارة النزوح والآن تشبثهم بالأرض ليس له شبيه على وجه الأرض حياء أو موت حياء أو موت وكانت التجارب ارحلوا شهرين وترجعوا ست شهور وترجعوا فكانت هذه التجربة قد أنهاها الشعب الفلسطيني وتعلم أنه متشبث بأرضه كزيتون فلسطين الذي عمره ألاف سنين إذا كانت دولتهم عمرها 75 سنة فأشجار زيتون فلسطين عمرها ألاف سنين فالتشبث الفلسطيني بالأرض هذا موضوع ليس عليه نقاش نأتي للبند الثاني أيضا عربيا الدول العربية المعنية بموضوع التهجير سواء كانت جمهورية مصر العربية أو المملكة العردينية العشمية وضعت كل العالم وحتى الإسرائيليين في صورة أن هذا خط أحمر يعني إلغاء اتفاقية السلام إنهاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي فهذا بالنسبة لنا في الأردن من رأس الدولة من جلالة الملك إلى كل الشعب الأردني حكومة وشعبه موضوع مرفوض جملة وتفصيلة لأنه هذا هدف إسرائيلي فراغ الأرض من أهلها الأصليين من سكانها الأصليين هذا هدف إسرائيلي وليس نحن أنه نخدم الهدف الإسرائيلي يعني مثلا لو سكان غزة بدهم يتلكون غزة ما كان سمحنا يموت 13 ألف شهيد منهم 4000 طفل و 3000 امرأة الثمن الباهض اللي دفعوا أهل غزة كمان بدهم يتهجروا من أرضهم هذا يعني كلام منافع للدولة الإسرائيلية فقدت عقالها الآن تفكر بأشياء قد لا تصلح إلا بالأحلام قضية تهجير الفلسطيني قضية مستحيلة قضية بقاء لا حرب ولا سلم قضية مستحيلة قضية قضاء على جزء من المقاومة سيأتي أجزاء وأجزاء وأجزاء وقد تكون أعنف وأشرس إذا استمر هذا التمترس والبعيد عن إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروع حتى قصة من النيل إلى الفرات وقصة اليد الطولة في الشرق الأوسط هذه أضغاف أحلام هذه هزت سبعة أكتوبر يعني يبدو نحتاجين إلى وقت طويل كل الأطراب ما في ذلك الإسرائيليين من وقت طويل صحيح لحتى يفهموا ما حصل بالعودة مرة أخرى لأستاذ إيهاب جبارين شو بتعتقد أكبر المخاوف الآن لدى الإسرائيليين؟ جميل جدا لكن هناك نقطة مهمة جدا يجب أن أخذها بعين الاعتبار وهي تعقبا لما قاله سعاد النائب إسرائيل عادة تنطق ما تريد أن تقوم به قبل عدة أي عندما تقول أنها تريد أن تقوم بالترحيل أو ما إلى ذلك يعني كلاسيكيات إسرائيل على مدى 75 عام هي أمور تنطق بأشياء تقولها الآن ولكن تنفذها بعد 20 عام وهذا كان الاستيطان على سبيل المثال يعني من كان يتوقع أن إسرائيل تستطيع أن تضع يعني هذه السكينة في خاصرة مشروع حل الدولتين إلى طريق ما دون رجعة وفق الأمور الموجودة على الطاولة الآن يعني قبل 20 عام كان مثل هذا التوقع فبالتالي أنا بأعتقاد أن حتى هذه الكلمات يجب أن تأخذ بجدية والآن يعني ما يؤرك منام الشارع الإسرائيلي في نهاية المطاف هو أن تنتهي أو بشكل أضاك قبل أن تنتهي أو لا تنتهي هناك مفترق طرق موجودة فيه إسرائيل وعليها أن تقرر يعني إسرائيل كانت تريد أو على الأقل نتنياهو يريد ويقول هناك حاجة للإطاحة بحماس وإطاحة بحماس وصورة المصر وما إلى ذلك وينتظر صورة المصر لكن لكي نفهم ذلك بشكل أمر في داخل الكابينيت يمكننا أن نفهم ما يجري على أرض الواقع في نهاية المطاف هناك هدفين اثنين معلنين تريدهما إسرائيل في هذه الحالة أو في هذه العدوان الأمر الأول الإطاحة بحماس هذا ما أعلنت عنه ولكن في ذات المصار هناك مصار دبلوماسي لكي تعيد الأسر يعني هي تعطي شرعية معينة لحماس ما تحاول أن تقوم به في هذه الأيام هو غلاف عسكري لهذا المصار الدبلوماسي لكي تعيد الأسر عملية الإسرائيل تعلم أنها ويجب عليها أن تقرر بمن هي تريد الإطاحة أولا يعني بمفاهيم إسرائيلية بحماس أم برئيس حكومتها الموجود في سدة الحكم الآن وباعتقد أن المصار وكل الاستطلاعات وكل المؤشرات تشير أن الشارع الإسرائيلي لا يطق برئيس الحكومة الموجود الآن في سدة الحكم ووجهة إسرائيل الحالية هي الإماطة والإطاحة ببنيمين نتنياهو من على الحكم ومن على المشهد السياسي هذا ما يرغب به الشارع الإسرائيلي بشكل عام هذا توجهه في هذه المرحلة هذه نقطة مثيرة للاهتمام هي الحرب أو الحالة الأمنية الكبرى التي تعيشها إسرائيل والخطاب السياسي لم ينفك ألا وأن يكون حاضرا طول الوقت نعم أشكرك على أنك أثرت الحقيقة النقاط مهمة فيما أشار إليه بأن إسرائيل لم تتكلم ولكن تفعل فيما بعد أنه بتأخذ إلى مثلا عشرين سنة وأنه هذا لسه موجود في ذهنهم في قضية التهجير أو في قضية تغيير البنية الاجتماعية لكن كما يقال أيضا أن في إسرائيل بفكره أنه الناس اللي حولهم ما بتغيره بفكره أنه نفس الأدوات ونفس الطريقة وأنه الابنيام نعمله مع الوقت ونقطة ثانية أنه من سيطاح به أولا يعني حماس ولا نتانياهو سيدي استقيبا على الأخي هاد صحيحهم يطلقوا بلونات اختبار من عشرات السنين ولكن أين سيناء؟ كانت إسرائيل تتحدث في كل تلمودياتها أن من البحر إلى النهر نعم نعم سيناء داخلي في النبوات وأن سيناء هي أرض مقدسة إسرائيلية ولكن حرب الثلاثة وسبعين فرضت على الطاولة أن يجب أن تعود سيناء إلى مصر والآن سيناء أراضي مصرية صحيح هم يتحدثوا كثيرا ولكن ليس كل ما يتحدث به قد يتحقق على أرض الواقع أنا أعتقد جازما أن في اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب في غزة سيسقط نتنياهو ثاني يوم التنياهو انتهى سياسيا نعم انتهى سياسيا وهو يطيل بالحرب لإطالة عمره بالحقومة لصناعة نصر على دم الأطفال وعلى دم النساء وهذا غير مقنع حتى للإسرائيليين أنفسهم نعم أنك أنت تريد أن تصرع نصر وتبرر فشلك كرئيس حكومة سواء سياسيا أو عسكريا نعم بقتل الأطفال وقتل النساء وتدمير غزة وعدم إبقاء حجر على حجر هذا أنا أتوقع وكل المحللات نتنياهو خلص ذهب حتى آلة التنفيذ الجيوش في العالم لا تقبل أن يكون فيه جيش ملحط إلى هذه الدرجة بلا خلق بلا قيم وأنه مطلق قياده كمان أنا بعتقد أنه بالنسبة للعسكريين اللي فيه عنده حتى لو كانوا أبريكان وإيش بيكونوا بالآخر هنقول لك أي نوع من هذه الجيوش اللي إحنا نتعلم تقرأ تقارير وتقارير غيثة سرية نعم الخلاف ما بين نتنياهو وقيادة الجيش وقيادة الأمن العام عندما اتعامهم بالتقصير نعم فهناك أيضا شرخ إسرائيلي في حتى في بنيت العسكرية في المؤسسة كاملة ما بين الفريق السياسي وبين الفريق العسكري والفريق الأمني نعم يعني إسرائيل أيضا إذا كانت تريد أن تعيش في المنطقة لا يمكن أن تعيش في المنطقة على الدماء وأن يكون مسلسل الدماء هذا متكرر إلى الأبد فيجب أن يكون هناك حل ولكن بالنسبة لموضوع نتنياهو أظن أنه سقط وذهب إلى مذاب للتاريخ نعم اسمح لي سؤال الأخير لحضرتك أستاذ إهاب جبارين وأنت أشرت إلى موضوع الأسرى والمختطفين وين شايف؟ عم نشوف في ضغط كبير من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وهذه العملية الآن يعني أصبحت مثل ما قلت كأنها قناة اتصال بشكل أو بآخر صحيح يعني لكي نفهم ذلك بشكل أوسع نتنياهو دخل إلى سدة الحكم في عام 2009 أبان يعني العدوان الذي كان أنا ذاك على غزة وفي داخل القطاع كان لديه جلعاد شليت نعم نتنياهو على مدار أربعة سنوات يعني حاول أن يعمل كل ما يستطيع لكي يعيد جلعاد شليت وباعتقاضي يعني في نهاية المطاف رأينا كيف انتهت تلك الصفقة الآن في أمام نتنياهو مع أتصال بائلة شليت ولكن ولكن وهذه النقطة مهمة جدا يجب أن نعقدها بعد الاعتبار نتنياهو في عام 2023 هو ليس ذات نتنياهو في عام 2009 ولا في عام 2013 ومن هذه المنطلقات ومن هذه المفاهيم يجب أن نفهم أن هذه الحرب بالنسبة لنتنياهو هي حرب ميكافيلية حرب يكون أو لا يكون وأنا الوافق في اليوم الذي تنتهي في هذا الحرب انتهت حياة بن يمين السياسية هذا الأمر الأول الذي يجب أن نأخذه بعد الاعتبار الأمر الثاني كذلك الذي يجب أن نأخذه بعد الاعتبار أن بن يمين نتنياهو ذاته كان أحد يعني رفق كتاباته وكان أحد أهم المعارضين بصفقة إحمد جبريل آنذاك في سنوات الثمانين بل يعني أقرب أن هذه الصفقات الاكتزازية لا يجب أن تأخذ منحة في المشهد الإسرائيلي ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم توجه نتنياهو إلى أين ولكن وهذه النقطة مهمة جدا كما كنت قد أسلف نتنياهو ليس سيد الموقف في داخل الكابينات كل الأسامل التي ترحى من قبل الجيش، الشباك، الموساد الذي يدير منف الأسرى بالمناسبة جلانت وغانت كلهما مدعمون بالإدارة الأمريكية وفي نهاية المطاف هو ليس سيد الموقف إن كان وإن كان يحاول أن يشير بأن الموقف والسيادة له لكن في نهاية المطاف هذه المعارضة في الوقت الحرج سوف تضع البيت على الطاولة وسوف تأخذ صوت الأسرى إلى المقدمة وتسير به أيا كانت الدوافع وأيا كانت الأثمان نعم، أشكرك أستاذ إيهاب جبارين المحلل السياسي ومقتصف الشأن الإسرائيلي كنت معنا من حيفا، بارك الله فيك شكراً مرة أخرى سعادت النائب، أنا السؤال الأخير لخضرتك دائماً إحنا كنا منقول ما الذي يجب أن يستخلص الإنسان الأردني من كل هذا الذي يجري في مرة أخرى فهم عندما نتكلم عن المصالح الأردنية وعندما تكون متشعبة إلى هذا الحدوى كما نقول مش إنها يعني متوغلة فيما لديها وفيما حولها وين بتشوف اليوم الأردنيين كوحدة واحدة في الفهم وفي الوعي وفي الإقدام كذلك والإيمان بقوة الأردن القادر على أن يعطي قوة للشعب الفلسطين سيدي أظهرت الموقف الأخير والحرب الظالمة والغاشمة على غزة صلابة الموقف الداخلي للأردن الجبهة الداخلية الأردنية مهمة جدا لأن فلسطين بهاجة إلى أردن قوي طبعا والشعن الفلسطيني كما أسلفته هو شعن أردني داخلي وكل ما يتعلق بحياة الفلسطينيين في خارج فلسطينية مر عبر الأردن فالرئة التي يتنفس منها أهلنا في فلسطين هي الأردن فيجب الحفاظ على أردن متماسك وحدة الوطنية لا يمس فيها وإذا أيضا أنت تلاحظ في 37 يوم حجم التعبير الشعبي والمظاهرات والتبرعات ويجب أن نشير أيضا إلى الهيئة الخيرية الهاشمية هي جهة تكاد تكون الوحيدة التي تعمل على الأرض في غزة حتى قواتنا المسلحة لما تعرف الإنزال على المستشفى ومستشفان على خط النار وأولادنا ضباطنا وأفرادنا موجودين في قلب النار وأيضا سيكون هناك مستشفيات جديدة إن شاء الله عسكرية بالتخفيف عن أهلنا في غزة وأيضا استقبال الأطفال المصابين بالسرطان من غزة إلى مركز الحسين للسرطان فهناك أمور كثيرة يستطيع الأردن عملها لدعم أهلنا هناك أما بدي أشكرك كثير سعادة النائب مهندس فراس السوايل العجال رئيس لجنة فلسطين نيابية شكر موصول لي السيد يهاب جبارين محل السياسي مختص في الشأن السياسي كل الشكر يسيد يعطيك والعافية مشاهدي الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عينهم على القدر